اهلا بكم متابعي جنو توكس تعد فعاليات صيف جوجل البرمجي أو جوجل سامر أوف كود من أهم الفعاليات السنوية التي تهتم بتشجيع الطلاب على المساهمة في تطوير البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر بدأت هذه الفعالية أول مرة في صيف 2005 وتمر عبر عدة مراحل من تقديم طلبات المشاريع مرورا بالإشراف على تنفيذ تلك المشاريع إلى الإعلان النهائي عن المشاريع الفائزة والتي تم تنفيذها بنجاح وذلك بتاريخ 31 أغوش 2021 وذلك طبعا حسب الجدول الزمني المعد مسبقا لإنجاز تلك المشاريع اليوم سنتعرف على إحدى المشاريع التي يتم العمل عليها من خلال هذه الفعالية العالمية والتي تتمثل في إضافة أدلة محادات للأجسام والأشكال على برامج التصميم المتجه إنكسكيب والتي ستسهل عمل المصممين في تنسيق عمالهم وضبط أبعاد الأجسام المتبعدة عند التصميم بداية يجب تحميل البرنامج بنسخة App Image من خلال موقع GetLab وبالمناسبة هي نسخة طويرية ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي أنا قمت بتحميلها مسبقا بعد فك الضغط عن المجلد سيظهر ملف البرنامج بامتداد App Image المحمول أقوم بفتح البرنامج وتحديد ما يناسبني من إعدادات الصفحة الخاصة بالبرنامج الآن سأقوم بتجربة العمل على الميزة الجديدة وذلك من خلال إنشاء مجموعة من الأشكال مثل مربع ومستطيل ومحاولة تجربة الأدات المحادات حيث أحاول جعلها في نفس الخط إما أفقيا أو عموديا وكما تشاهدون فإن الميزة الجديدة تعمل بكفاءة عالية حيث تقدم لك خطوطا تمكنك من جعل الأجسام متناسقة في نفس المصار إما من حيث الأطراف أو من حيث المركز كما سأنشئ مثلا ثلاث مربعات سأضع واحدا فوق الآخر الأول في الأسفل والثاني في الآلة وأعتمد على ميزة المحادات عن بعد لجعلها متناسقة في نفس المصار أما المربع الثالث فيجب أن يأتي بينهما وبنفس المسافة وكما تشاهدون يتم تحديد النقطة التي يكون المربع على مسافة متساوية بين المربعين الآخرين ونفس الأمر ينطبق على الأجسام الأخرى مثل الدائرة والنجمة والمثلات وغيرها فهذه الأدات مفيدة جدا في جعل التصاميم والأجسام متناسقة في مختلف الاتجاهات سأترك لكم رابط تحميل هذه النسخة التجربية من إنكسكيب أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم شكرا لكم وإلى اللقاء